لتحسيسي وإعادتي الشباب إلى الطريق المستقيم بخلال التوعية داخل المساجد أو خارجها أسعد باستطافة الإمام الشيخ عبدالسلام ببغلى إمام خطيب أهلا بك سيدي صباح الخير وشكرا على قبولك ومدعوة إذن سيدي تابعتم معنا خلال هذا التقرير أنه آفة المخدرات ما زالت تنخر شبابنا أولا أنتم كإما هل تخصصون ربما حيزا خلال قطبتكم خلال ربما محيطكم في المساجد من أجل تحسيس الشباب خاصة على ضرورة تفادي هذه الآفة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أولا شكرا على دعوتكم جزاكم الله خير ووفقكم الله شكرا فيما يخص هذا الموضوع وهو موضوع المخدرات طبيعي جدا أن يكون الإمام في الصف الأول لمحاربة هذه الآفة سواء من خلال عمله الرسمي داخل المسجد من دروس أو خطب في الجمع وغيرها طبعا قبل هذه الآفة أو هناك نشاطات أخرى يقوم بها السادة الأئمة خارج بويوت الله أولا هناك حملات يقوم بها الإمام وأحيانا كثيرة تكون بمبادرة خاصة من الإمام مع مجموعة من شباب المسجد مجموعة من الخيرين تسمى عادة حملة لمكافحة المخدرات أو للحد من المخدرات أو لتخلص شبابنا من المخدرات ولكن هاته الحملات سواء بالتوعية بالخطب أو الدروس كما قلت سابقا أو بهاته العملية التحسيسية التي يقوم بها الإمام مع من ينافقه من الخيرين من شباب الحي شباب المسجد ويقصدون حتى تجمع الشباب والأحياء ولكن هذا كله غير ذات تأثير كبير إذا لم يكن هناك البديل صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ويعرفه كثير من إخواننا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرغ مش معنى مغبون الغبن في البيع والتجارة هو الخسارة بمعنى أكبر ما يخسر الإنسان لما يكون بصحته لا يستغلها فيما ينفع ولما يكون عنده وقت فرغ لا يستغله كذلك فيما لا ينفع يحاول السادة الأيما خصوصا في فصل الصيف خصوصا هو إيجاد البديل لهذا الفراغ أو لاستثمار هذا الوقت الذي يكون فراغا عند شبابنا وخاصة بالإقبال على حفظ كتاب الله وكي حتى مبادرات علمية أو دورات علمية كي مسابقات كثير من هذه الأشياء التي من خلالها نستطيع أن نشغل الشباب فيما ينفع عوض أن يذهب إلى المخدرات لأن سيدي في قضية المخدرات حتى التعبير القرآني لما يحدثنا تعالى عن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بخلاف ما جاء في آية التحريم الميتة مثلا ولا تحميم لحم الخنزير أكرمكم الله إنما حرم عليكم ميتة والدمة يعني التحريم صريحا هنا اجتنبوه وش معنى اجتنبوه؟ بمعنى بتاعدوا اجعلوه جانبا حيث لا يكون بينكم وبين هذا الرجس أي صلح أو أي علاقة ومن الاجتناب عدم مجالسة أهله عدم الاختلاط بهم لأن الرفقة السوء هي عامل أساسي في جر أكبر عدد من شبابنا إلى هذه الآفة ولما يقول ربي صبحانه وتعالى اجتنبوه بمعنى أبتعدوه هذا الذي نعمل عليه هو أننا نحاول أن نجنب أبناءنا الوقوع في هذا الفخ سواء بإبعادهم عن مجالس السوء أو عن صحبة السوء وحتى ملء أوقات فراغهم ليستثمروها فيما هو أنفع ممتاز وواضح جدا شيخنا ربما أيضا المسئولية أيضا على عاتق من تلقى اليوم نشوف أنه في المجتمع الكل استقال من التربية نشوف الأسرة استقالت من مهمة التربية المدرسة أصبحت ربما التدريس وأنقصت أيضا من مسئولية التربية نشوف الأئمة أيضا ربما التزموا المساجد قلة قليلة ربما تنشط خارج المسجد أو عبر مواقع توصول اجتماعي التي تعرف عدد كبير من الشباب ليرتدوها ربما هذه المسئولية أيضا هل خلفت وكانت لها إسهام كبير في انتشار هذه الظاهرة وعدم تحسيس وسط الشباب طيب هي البداية الأولى والخطوات الأولى في إصلاح هذا الأمر وفي تخليص أبنائنا من هذه الآفة هي الأسرة لأن من أهم أسباب وقوع الأبناء والشباب في هذه الرذيلة إن صح هذا القول هي عدم وجود الأسرة المتكفلة بأبنائها تفكك أسراوي كأن نزاع داخل الأسرة هذه أول شيء عندما يستقيل الأب كما ذكرت من قبل عندما يستقيل الأب عن ترب أو عن مهمته التي كلف بها أو تشبههم مهمة تنوية نعم كلكم راعين وكلكم مسؤولين عن رعيته ربما الإمام يبدو الجهد وحتى المعلم في المدرسة يعني عندنا الحمد لله رب العالمين ما يشل الصورة السودوية لهذه الدراجة لا أنا كاين بعض يعني من المعلمين والمدرسين والآئمة وحتى من الناس الكبار والفوضالة وأهل الحي وأهل العقل من يبذلون جهداً أنا أعرفه شباباً موش حتى كبر في السن يعني شباباً ولكن يبذلون جهداً في مساعدة إخوانهم من التخصلصي من هذه الآفة يعني موجود هذا الخيرين ولكن هذا الخيرين ولا هذا العمل ولا هذا الجهد من هذا الأطراف يبقى محدود إذا كانت الأسرة لم تقم بواجبها يبقى محدود وبالتالي أول ما نتوجه به إلى الأباء إلى هم المسؤولين الأولين هذا ابنك هذا فلدة كبدك هذا صداقتك الجرية بعد موتك هذا سيئتك بعد موتك إن أسأت التربية هذا بقاؤك من بعد موتك وبالتالي المعالجة تأتي من هنا هو أننا نحسس الآباء بالعظم المسؤولية التي يتحملونها في المحافظة على أبنائهم والأمر لا يتطلب شيئاً كبيراً فقط أمر لا يتطلب احتوي ابنك حتى وإن ابتلاه الله تعالى أدركه في الخطوات الأولى أدركه في الخطوات الأولى كذلك من بعضهم يعلل أو يبرر هذه الآفة فيقول بأن الشباب مغبون في مشاكل يحاولوا أن يفر من واقعه المعاش ولكن حتى بعض المال الزائد هو الذي يوقع الشباب في هذه الآفة يعني هذا شيء أو هذا نقطة من النقاط التي تدفع الأبناء لهذه الآفة وهي إعطاء المال من غير حساب إعطاء المال من غير حساب هذا أولاً ثانياً لما الإبن يعني هو في سن المراقعة 18 ولا 19 ولا 20 لا يدخل إلا البيت إلا معه منتصف النهار أين الأب؟ أين أنت الآن؟ هذا دورك؟ هذه مسؤوليتك؟ أنت محاسب أمام الله وأمام المجتمع وبالتالي قلنا أول حاجة أو الخطوة الأولى في إصلاح هذا الأمر هو أن يقوم أولياء الأمور الآباء والأمة هاتم معاً على القيام بواجبهم وأول قيام بواجبهم أن يتركوا خلافاتهم بعيداً عن أبنائهم بعيداً عن أبنائهم وأن يحتووا أبناءهم وأن يحسنوا تربيتهم مثلاً نرى الآن في الفترة الصيفية ندعو الآباء وندعو أولياء الأمور إلى أن يأتوا بأبنائهم إلى المدارس القرآنية بمناسبة العطلة الصيفية أولاً أبعدهم عن الرفقة السوء ثانياً الخطوة الأولى في تعلم كتاب الله هي منقذة لهذا الشاب حتى ولو حاول البعض إغراؤه تبدأ عنده هذه الخلفية على القرآن دائماً تبعده تعينه على أن يبتعد للأسف كاين بعض الأولياء لا يأتون بأبنائهم كاين بعض المساجد التي تشكل فارغ رغم وجود الأماكن وجود المؤطيرين وحتى المتطوعين والأئمة موجودين ويدعو الناس إلى أن يأتوا بأبنائهم إلى المدارس القرآنية ما نقولش كاين عزوف ولكن كاين تراخي وبهذه المناسبة أعطيتوني هذه المناسبة جزاكم الله تعالى خير أتوجه إلى أولياء الأمر أول معالجة أول طريق من معالجة والوقاية خير من العلاج قبل أن تصل إلى مرحلة الندم أنت الآن تستطيع أن تقي ابنك من هذه المصيبة ومن هذه الآفة بإرساله إلى المدارس القرآنية يستغل فراغه وإذا حبب إليه القرآن نجع إذا حبب إليه القرآن نجع وكذلك أتوجه إلى شبابنا حتى الذين ابتلاهم الله تعالى بهذه الآفة الحصن الحصين الحصن الحصين والدواء الشافي واستثمار الوقت والرفع في الدنيا والآخرة هي في كتاب الله ما تقدرش تقول لي أنا يا ما لقيت ما لخدم روحت للمخديرات لا لا عندك ألف طريق بشي تبدأ في هذا الدنيا لك ألف أبسطها مثلا اذهب إلى بيت الله وافتح المصحف عامين ثلث سنين مثلا على أقصى تقدير ما أشوي اجتهاد تحفظ القرآن الكريم وما خاب من حافظ كتاب الله من أراد الدنيا فعاليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعاليه بالقرآن تصور أنت حتى الصناعيين أنت وعنا مثلا شبابنا يتحدثون عن البطال وهذا واقعا وعيشه لا ننكره ولكن تصور حتى الصناعيين ولا حتى الشركات الخاصة ولا العامة لما يذهب إليهم شاب يقولوا أنا أحفظ القرآن الكريم كيف يكون صحيح ينال الثقة وينال المنصب صحيح وينال المنصب إذا أنت ما تقول لي أنا ما قدرتش واش ندير بإمكانك أن تفعل الكثير وهذا يعني أمر بسيط لا يحتاج من الكثير واضح جدا شيخنا ربما في نقطة أخرى لا يخف على أحد ربما الأطار السلبية التي انجرت على إدمان شبابنا على المخدرات بلنا نشوف ضواهر داخلها على المجتمع الجزائري داخلها على الأوصل الجزائرية لا تموت بالصلاة تماما لأدل الإسلام الحنيف ربما أنتم في المسجد وكإمام وقفتم على بعض ربما هذه الحالات والضواهر لو ربما تفصلنا فيها إن تفضلتم علينا نعم يعني في الحقيقة في قضية المخدرات علة الخمر الموجودة فيها وزيادة اللي هي الإسكار اللي هي العذاوة ذهاب العقل تفكك الأساري وحتى المجتمع وإلى غير ذلك إلى غير ذلك شوف لما نأتي إلى الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها وصيانتها نجد الدين ونجد العقل ونجد المال ونجد النسل ونجد العرض هذه الكليات الخمس المخدرات فاسدة لأكثر هذه الكليات أم الخبائث فساد للدين فساد للمان ضياع للمان فساد للعقل وقد تصل بصاحبها إلى الدياثة وكذلك فساد العرض ونجد النسل معا إذن أم الخبائث أخرج النسائي وابن أبي الدنيا عن عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن الخمر وهذه أقولها لأبنائنا وأقولها لإخواننا يعني ليتعذوا يقول بأنكين إنسان صالح بجانبه امرأة سوء أكرمكم الله امرأة زانية أكرمكم الله ذات مرة أرسلت إليه للشهادة يعني تعالى لتشهد معنا في أمر من الأمور عندما دخل قالت والله ما طلبتك لشهادة ولكن أنت مخير بين هذه الأشياء إما أن تقتل صبي صغير كان معها وإما أن تشرب الخمر بطبيعة الحال هو ظن بعقله أن أهون الأشياء أهون من القتل هو تناول الخمر فشارب الخمر الأول ثم أراد الثاني وهذا هي طبيعة الخمر وهذه المخدرات هذه المسكرات طيب الأول الثاني ذهب عقله فقتل الصبي وفعل الفاحشة يقول رضي الله تعالى عنه أم الخبائد وكذلك المخدرات يعني في الخطوة الأولى الشاب يظهر له بأنه مجرد جرعة أو مجرد سيجارة أكرمكم الله ولكن بعدها تفتح أبواب الشرور من بعدها إذن الحل الواحد هو الخطوة الأولى طيب قدر الله وما شاء فعل ابتني يا أحدنا ابتني يا أحد أبنائنا وقع في حبائل الشيطان وقع في الرفقة السوء وقع الذي وقع الآن عليك أن تتوقف أولا وقبل كل شيء فيه معانات كما يذكر إخواننا وأبنائنا في طرق علاج حديثة أنا عام فيه معانات وكذا ولكن المعانات التي تنتظرك بمواصلتك لهذا الطريق رهي أشد دينها في بارك مليح وبعض بعد الرفقة هذه يعني بين قوسين أقول لك بمعنى الملاهقين 18 سنة 16 سنة وكذا يتتوق إلى أن يكون رجلان وأن يظهر رجولتك يأتيه بعض الرفقة السوء من هذا الباب صحيح أنت مكش راجل وكذا يا بني يا بني باتباعك لهذا الأمر وبأخذك للجرعة الأولى أنت ستفقد رجولتك كل حياتك طوال حياتك لأننا نشوفوهم ونعرفوهم ونعايشين في مجتمع كما قلت لي سيفا يعني كالوقائع لا تنكر أن الناس يبيعون شرفهم عندما لا يجدون المال الذي يشتدون فأي رجولة تبقى لك فأي رجولة تبقى لك إذن من قال لك إثبات الرجولة بالسيجار أو بالمخدرات فأعلم أنك ستفقد رجولتك حياتك كلها وبالتالي توقف الآن وأحسن ما يعينك أقولها وأكررها وفي الحقيقة هي قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المونين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعداتهم من ربكم وشفاء لما في الصدور في القرآن الكريم برجوعك إلى القرآن الكريم ستجد الراحة النفسية إن شاء الله وسينشرح الصدر وستجد نعما معين يقف معك وهو الله تعالى سبحانه وتعالى لتخرج من هذه الآفة إن شاء الله الشيخنا عبدالسلام أبو بغل ربما لديق الوقت كلمة أخيرة باختصار للشباب مباشرة من أجل ربما أنهي عن هذه الظاهرة أقول لإخواننا ولأبنائنا وأتوجه أولا للآباء أتوجه لأولياء العمور أن يتقوا الله تعالى أن يتقوا الله تعالى في فلذات أكباتهم لأنه كما قلت سالفا هي الصدق الجالي اللي يتركونها يعني ما يشوفوش أنه في الدنيا ينفعك ولدك فقط لا هو نافع لك في الدنيا والألعاب فأحسن تربيته وقم بواجبك قم بواجبك راقب ابنك تغير سلوكه لابد أن تتفطل ما الذي وقع لم يكن هكذا رأيته منعزل رأيته كثير سريع الغضب سريع الانفعال لا يتحدث مع إخوتي أدرك الأمر قبل أن يتفاقب الأمر الثاني أتوجه لذيق الوقت كما قلتم أتوجه لأبنائنا أعطاك الله تعالى الوقت وأعطاك الصحة وأعطاك العقل وكرمك كيف تريد لنفسك أن تنزل إلى منزلة الحيوان أذكر هنا فقط شيئا من القرآن الكريم باختصار شديد في قضية الخمر يتحدث تعالى في سورة النحل فيقول وإن لكم في الانعاب عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص سائغا للشاربين حكا ومن ثمرات النخيل والعنابي اتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لأمني عقلون ثم يأتي ربك إلى النحل أو حربك إلى النحل إلى آخر الآية طيب يقول أن ربي بللي هذا الباهيمة تأكل من حلو الحشيش ومره فتخرج منه حليبا سائغا حسنا والنحل الصغيرة تأكل من رحق الأصغر تخرج منه عسلا شافير وأنت أيها الإنسان أعطاك الله تعالى الفاكهة ناضجة فتبعدها عن أصلها لتجعلها مسكرة وذاهبا العقل أيهما أفضل صحيح واضح جدا شيخنا عبدالسلام وبغلاج الموضوع يحتاج وقت أقوى نشكرك على هذه المدخلة وتصرفنا في كل مناسبة إن شاء الله مشاهدين بهذا النقاش نصل